مآثر قائد العمل الإنساني كثيرة وعديدة ومواقفه محفورة في قلوب الكويتيين لحظات لن تغيب عن أذهاننا حيث عبر الأطفال عن حزنهم لفقدانهم صاحب السمو الأمير الراحل نعم فكانت بصمته وإنسانيته متدفقة بالحنان الأبوي ترك بصمات علاقة خاصة مع ابنائه وبناته في كل المناسبات حيث تبقى مشاهد العناق بين سموه الراحل والأطفال شاهدة على هذا الترابط العفوي الذي يبقى خالدا في الوجدان رحم الله صاحب هذه الابتسامة التي لن تغيب عن بالنا هكذا سيبقى في مخيلتنا صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوه فارقي المجتمعات يكمن في مدى رعايتها لجميع الفئات الاجتماعية وفي مقدمتهم النشأ الذين وقف الراحل إلى جانبهم وصان حقوقهم ومهد طريق أمامهم نحو مستقبل مشرق يليق بأحلامهم وطموحاتهم رفاه الصغار قبل الكبار فجسدت المعايادات القلبية والعفوية كتابات الأطفال والشبان وكبار السن فكان عهد سموه عهدا زاهرا وميمونا علاقة محبة وثيقة تربط بين صاحب السمو رحمه الله وشعبه فالبراءة والعفوية تلف وتحتضن هذه العلاقة الخاصة التي كان ينسجها سموه رحمه الله مع أبنائه وبناته في كل المناسبات كلمات صدق يجتمع فيها الفرح والبهجة بمقابلة بابا صباح عبارات بسيطة ولكن كانت تحمل أبعاد إنسانية متدفقة بالحنان الأبوي الذي سيظل خالدا في وجدان الأجال فهم على وعي تام بالرغم من صغر سنهم بمكانة هذا الأب الحنون سعدنا ببسمته وبحضوره وبعفويته ففي كل مكان نجد الصغار يتهفتون حوله طامعين بقبلة على جبينه لتجسد معاني الحب والولاء الذي يكونه أبناء الكويت لحضرة صاحب السمو أمير بلاد الراحل رحمه الله وجعل الجنة مثواه ترجمة نانسي قنقر